سؤال يطاع حليا بزاف شكون هي التأشيرة اللي راهم يمدوا فيها بزاف حاليا وليتنصح بها اي واحد اخويا راشيد بالنسبة لفيزا شنغن خوتي كما قلتك وراني ديما نعوت هذا السؤال وراني بزاف يجيني اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو راح نجاوب على بزاف اسئلة ماذا بيا خوتي تشاهدوا معنا الفيديو حتى الاخير كان بزاف لي في قلبه سؤال وربما بعث لي وما قرأته وشكذا بعث لي في كومنتر وراني راح نجاوب على الاسئلة المهمة في هذا الفيديو الطويل ماذا بيا خوتي تشاهدوه تفرجوه تفهموه تدوا بزاف ليزاف افورماسيون باش ما توقعوش في الاخطاء وكي ذلك خوتي كما يقولوا احنا بالنسبة الناس لي ما يجاوبتها مش ان شاء الله راح نجاوبهم هنا في هذا الفيديو ديروا نجاة خوتي بارك الله فيكم وكي ما قلت لكم يعني الفيزا اللي راح يمدوها بزاف حالياة لي هي تأشيرة اسبانيا يعني بمد الدرجة ما تستوروش خوتي يعني رغم بزاف ناس يمتدونهم وخصوصاً اللي رغم دارين دوستي مريقل ومونتارا يعني مش واحد يروح يشري دوستي وبعد يدفعي عطاله الرفض اللي رغم دارين دوستي مريقل رغم يمتدونهم خوتي في الفيزا تاع اسبانيا وكذلك فرنسا ثانية راه يتمد مليحها المانيا راه مليحها خوتي يعني حاولوا جربوا ادفعوا لهذه ثلاث دول ان شاء الله خوتي فيها خير ولي يعطونه موتيف ديس خوتي ما يتقلق موتيف ديس اي واحد يمتدونه يعني عندهم لها شرش بزاف ودوس التعكرة ومليح وكان جاي يعني كما نقول احنا مشكل واحد اخر ما يعطوك موتيف واحد اخر وما تقلقوا موتيف ديس ادفعوا لهذه ثلاث دول اللي قلت لكم وان شاء الله خوتي فيها خير سؤال الثاني خوتي اللي اطرح لي بزاف يسقصوني ناس يقولوا يا اخويا راشيد احنا حالينا سجل تجاري جديد اسكن قدروا انتفعوا بيها لشانغن وتركيا ولا لا لا خوتي اي واحد يحل سجل تجاري جديد ما يقدرش يدفع بيها لشنغن لازم يكون على الاقل عندك عام داير عليه الحاول كما نقول حنا عندك عام مين فتحته تقدر تدفع بيها الفيزا شنغن اما بالنسبة الفيزا تركيا يعني تصبر عليه 8 او 10 ايام وتدفع به نورمال كما فيزا تركيا يعني خوتي كما نقول ارام يمده نورمال اما بالنسبة للشنغن لازم يدور عليه العام سؤال الثالث خوتي اللي يطرح لي بزاف التحليقات ساغصوني يقولي اخوية راشيد شحال نديره دراهم في الكون بالنسبة للفيزا تركيا وبالنسبة للفيزا شنغن خوتي واحد يكون مثلا عنده سجل تجاري والله بطاقات حيرة فيه ويستفسر شحال يدير دراهم في الكون التعوي يعني خوتي بالنسبة الكون ماذا بكم يديروا دينار و اورو دينار كما نقوله احنا ندير فيه 14 او 15 مليون وما تدخلها جدربة واحدة يعني تدخلها على الدفوعات يعني السمانة وانتا تدخل فضرها يعني كما نقوله احنا نهار السبت تروح دفرسي في اللا بوستقام مفتوح على السبت دفرسي نقوله احنا ربع ملايين وبعدها تزيد ثلاثة تزيد دفرسي وبعدها الخميس تزيد دفرسي وبعدها السمانة الجاية باش تخرج رولوفي تاع تروام ونقوله احنا اذا كان عندك سي سي بي عندك مدة من فتحته اما بالنسبة للكونت نقوله احنا تاع своих مصطور Mether sleepyck ماذا بيك دير فيه مبلغ نقوله احنا يا عالاقل الف اورو بالنسبة الف بلنسبة للفيزا تعلستهات تركيا اما بالنسبة للفيزا وتعاللها اسبانيا ماذا بيك نقول О uniform والفوق فهمتوني هكذا بالنسبة للشينغن هني فهمتكم وبالنسبة لياضي تركيا هني فهمتكم بالتوفيق خوتيلي جميع السؤال خوتي الرابع كذلك اللي يطرح علي بزاف في اللي كومنتر يقول لي اخويا راشيد يعني وش رايك في تركيا خوتي تركيا راي زايدة زايدة غير تغلى يعني المعيشة فيها راي ولا تخاليها بزاف يعني ما بقاتش بلادها معيشة خوتي بلادها سياحة تقدروا تروح تديروا فيها السياحة بالنسبة للإقامة خوتي راي حبسوها نهائيا يعني ما ركنش كاينة الإقامة واحد ما يقدب عليكم ولا يقولكم انا نقدر لكم إقامة دلوا في باكم بالي راح ينصب عليكم ويدليكم من دراهمكم وهذه هي خوتي مذبية نكون جاوبت على بزاف أسئلاتها خوتي العزاز بارك الله فيكم انتظرونا شاء الله في فيديو جديد سلام